مشاهدين وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الأسبوعية الخاصة بالتكنولوجيا وأهم المستجدات على الساحة مع خبيرات التسويق الإلكتروني سولان جاراسي سولان صباح الخير، أهلاً وسهلاً بكي معنا، إذن ما الجديد هذا الأسبوع؟ رح نحكي هي الأسبوع عن أهم الصفقات في عالم التكنولوجيا رح نحكي عن بطاقة الاعتمال الجديدة من أبل ورح نحكي شو بيصير خلال ديئة على الإنترنت يلا، بلشي إذن خلينا نتعرف على أهم الصفقات المتعلقة بعالم التكنولوجيا الأسبوع الماضي كانت يعني بعد الشائعات الكبيرة اللي طالت شركة كريم وأوبر استحوذت رسمياً شركة أوبر على منافسة بالشرق الأوسط كريم بصفقة كبيرة متى 3.1 مليار دولار 1.7 مليار دولار رح يتم سدادة بأوراق قابل للتحويل و1.4 مليار دولار نقضاً على غرار هذه الصفقة الكبيرة لكريم خلينا نحكي عن أبرز الصفقات اللي أبرمت والمتعلقة بالتكنولوجيا فيسبوك وواتساب وإنستجرام استحوذت فيسبوك على تطبيق مشاركة الصور الشهير إنستجرام بالعام 2012 مقابل مليار دولار وكانت من أفضل الصفقات لأن التطبيق أصبح من الأهم بالعالم وعالم التواصل الاجتماعي بعد استحوذت فيسبوك بعام 2014 على تطبيق واتساب مقابل 19 مليون مليار دولار فيسبوك وإنستجرام ذكرنا أن استحوذت على هذا التطبيق كانت بالعام 2012 أما منتقل للصفقات التانية من أفضل الصفقات كمانا كانت عربياً جاءت أكبر الصفقات صفقات الاستحوذ للمشاريع العربية الإلكترونية بالعام 2017 عندما قرر العملاق الأمريكي أمازون الاستحواذ على موقع التسوق الإلكتروني سوق دوت كوم وتمت صفقة سوق وأمازون مقابل 580 مليون دولار ننتقل للموضوع الثاني أعلنت شركة أبل عن بطاقة الاقتمان الجديدة الخاصة فيها واسمها أبل كارد خلال مؤتمر اسمه إتس شو تايم حيث وعدت الشركة بأن هذه البطاقة الجديدة ستوفر تحسينات متقدمة من خلال التطبيقات بشكل سهل وسلس بدون رسوم مع خفض أسعار الفائدة وتقديم فوائد أفضل وللحصول على هذه البطاقة يجب أن يتم تسجيل المستخدمين على هواتفهم بتطبيق أبل والت والحصول على بطاقة رقمية والذي يتمكنون استخدامها بأي مكان يدعم خدمة أبل بي أيضا سيتمكن العملي من تتبع عمليات الشراء وتحقق من أرصدتهم ومعرفة موعد الفواتير المستحقة مباشرة من التطبيق وبتقول أبل أيضا أنه ستستخدم التعلم الآلي وخرائط أبل معا للمساعدة بتصنيف المتاجر اللي بتستخدمها بالتطبيق واستخدام هذه البيانات لتتبع عمليات الشراء عبر فئات مثل الطعام والشراب والتصوق أيضا رح تمنح البطاقة مكافأة استرداد دايلي كاش واللي بتم تطبيقه مباشرة نحو بطاقة أبل الخاص فيك للصرف أو الشراء ومقابل مشترياتك وبتقدم شركة أبل أيضا استرداد نقضي بنسبة 2% على المشتريات و3% مع مشتريات أبل وفقا للشائعات سيتعاون أبل مع جولدمين ساكس لصالح أبل كارد وماستر كارد لمعالجة الدفع نصل للموضوع الثالث والأخير خلينا نشوف شو بصير على الانترنت بدقيقة واحدة بالحقيقة العادية يمكن تمر الديقة الواحدة على أغلبنا من دون ما نحس فيها ويمكن ما تحصل أحداث تذكر مقارنة ببقى الأيام لكن على شبكة الانترنت فالموضوع مختلف تماما لأنه بهذا العالم الافتراضي الضخم فكل دقيقة بتمر تشهد كم هائل من العمليات والبيانات اللي بتم نقله بدرجة ربما لا يمكن للعقل البشري تخيله ولأن معرفة كل ما يحدث على الانترنت بدقيقة واحدة بمنتهى الدقة أمر مستحيل تقريبا مع العدد الهائل من المواقع والتطبيقات فقط كام موقع وي فوروم بإعداد انفوغرافك يعرض فيه ما يحدث بعدد من أشهر الأشهر المواقع والتطبيقات على شبكة الانترنت خلال الدقيقة الواحدة فعلى سبيل المثال هناك مليون عملية تسجيل دخول على موقع فيسبوك بتتم خلال الدقيقة الواحدة يوميا وهناك أيضا 3.8 مليون عملية بحث بتتم عبر محرك جوجل بالإضافة إلى أنه هناك 41.6 مليون رسالة بتم إرسالة عبر الواتساب وفيسبوك ومسنجر وخلال نفس هذه الدقيقة هناك 4.5 مليون فيديو بتم مشاهدته على اليوتيوب وحوالي 695 ألف ساعة مشاهدة على نتفليكس كما أنه خلال الدقيقة الواحدة على الانترنت بتم انفاق مليون دولار كمشتريات عبر مواقع التسوق المختلفة وأكثر من 390 ألف تطبيق بتتم تحميلها عبر متجري جوجل بلاي وأبل ستور إذا منكم سننا لنهاية هذه الفقرة برجع لعند رناك شكرا جزيلا سولانج الرسي خبيرة التسويق الإلكتروني شكرا جزيلا